بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ معاكم ان شاء الله في محاضرات التطور الاقتصادي. وعايزاكم تركزوا معايا في المحاضرات دي علشان نعرف ايه بالزبط المطلوب مننا خلال الفترة دي. هبدأ معاكم باول محاضرة عن الثورة الصناعية. يعني ايه صورة صناعية? ايه تعريف الصورة الصناعية? الصورة الصناعية تعني انتشار الميكانة واحلالها محل واحلالها محل العمل اليدوي. طب ايه مظاهر الصورة دي? مظاهر الصورة الصناعية هي ظهور الابتكارات والاختراعات وكان اهم اختراع ظهر الالة البخارية اللي هي الالة التي تعمل بقوة البخار. طب ايه اسباب ظهور الثورة الصناعية ايه الاسباب اللي قدت له ظهور الثورة الصناعية? عندي جزء من هذه الاسباب اسباب سياسية وجزء اخر يمثل اسباب اقتصادية وفي ايضا اسباب تتعلق بتشجيع الاختراعات. تعال نتعرف على كل نوع من الاسباب دي ونشوف ايه اللي ادى لظهور هذه الثورة. الاسباب السياسية تمثلت في وفرة رؤوس الاموال النتيجة طبعا من تجارة اه بعض دول اوروبا خاصة بريطانيا مع مستعمراتها. وايضا سبب اخر سياسي هو ظهور المصارف او البنوك يعني اللي هي كانت مصدر لتمويل المشروعات الكبرى والمصانع الكبرى. والسبب تالت هو الاستقرار الداخلي اللي هو ادى في النهاية الى المزيد من الاختراعات والابتكارات. اما الاسباب الاقتصادية فتمثلت اهم الاسباب الاقتصادية في اسباب تتعلق بالزراعة واهم حاجة في الزراعة كانت ادخال الميكانة الزراعية واللي ترتب عليها الاستغناء عن عدد من العمالة الزراعية ومعنى كلمة استغناء عن بعض العمالة الزراعية ان العمالة الزراعية دي هتروح فين? العمالة الزراعية دي هتتجه للصناعة هتشتغل في المصانع الجديدة اللي هتتعمل. يبقى معنى كده ان ادخال الميكانة الزراعية ادى الى وفرة العمالة لقطاع الصناعة. مش بس كده الميكانة الزراعية كمان لما دخلت ده ادى إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وده كان معناه وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة وطبعا الماء كان لما دخلت وقدت لزيادة حجم الإنتاج الزراعي وأصبحنا الإنتاج الزراعي بيخدم على الصناعة وبيوفر لها مواد خم كتير فده أدى إلى تحسن مستوى معيشة الفلاحين اللي بيشتغلوا في الزراعة وتحسن مستوى معيشتهم أدى إلى وفرة عنصر الطلب على المنتجات الصناعية يبقى هنا الصناعة ضمنت وجود عمالة وضمنت وجود مواد خام ضمنت وجود عنصر طلب على المنتجات بتاعتها سبب اقتصادي آخر هو سبب متعلق بقطاع الصناعة قبل قيام الثورة الصناعية كانت الصناعات الموجودة كلها كانت صناعات حرفية بسيطة بتتم داخل البيوت وكان اللي بيصنع أو حتى اللي بيزرع كان بيزرع على أدو وما كانش في حاجة اسمها تبادل ما كانش فيه الكلام ده فبالتالي طبقة التجار دي ما كانتش موجودة اللي بيصنع هو اللي بيستهلك لكن دلوقتي مع ظهور المصانع الكبيرة أصبح هناك حاجة اللي ظهور طبقة جديدة اسمها طبقة التجار وبقى فيه انفصال بين الصانع اللي بيصنع والتاجر اللي بيقوم ببيع المنتجات الكتيرة جدا اللي ظهرت مع المصانع الكبيرة سبب أخر من الأسباب الاقتصادية هي أسباب تتعلق بالسكان اللي احنا بنتسميها علميا أسباب ديمغرافية يعني أسباب تتعلق بالسكان طبعا نتيجة الاستقرار اللي كانت موجودة في الوقت ده حصل زيادة كبيرة جدا في حجم السكان وزيادة حجم السكان دي أدت لزيادة احتياجاتهم وده أدى إلى وفرة عنصر الطلب على المنتجات الصناعية أسباب أخرى تتعلق بتشجيع الاختراعات إنه لأول مرة قامت انجلترا بإصدار قانون يسمى قانون البراءة هذا القانون بيحفظ للمخترع صاحب الاختراع حق استعمال اختراعه لمدة 14 سنة وهذا القانون اللي ظهر اللي بيحمي حق المخترع أدى إلى زيادة كبيرة جدا في عدد براءات الاختراع في ذلك التوقيت دي الأسباب اللي أدت إلى ظهور السورة الصناعية نتنقل بعد كده لنتائج اللي ترتبت على حدوث السورة الصناعية النتائج دي ممكن نقسمها لنتائج إيجابية ونتائج سلبية أهم النتائج الإيجابية هي أنه نتج عن ظهور السورة الصناعية ظهور أول نظام اقتصادي نعرفه والهو كان النظام الرأسمالي من نتائج الإيجابية أيضا ظهور المنشآت الصناعية الكبيرة اللي بتنتج بالحجم الكبير ومعنى أنها تنتج بالحجم الكبير فده أدى لانخفاض تكاليف الإنتاج أيضا من النواحي الإيجابية تحسن الأوضاع المعيشية نتيجة طبعا الصناعة والتجارة والكلام ده كله أيضا من النتائج الإيجابية تحول الزراعة من زراعة معيشية تقوم على الاكتفاء الزاتي إلى زراعة رأسمالية تجارية أيضا من النتائج الإيجابية أن زراعة أصبحت عنصر فعال في التطور الصناعي إزاي عن طريق المواد الخامل اللي بتمدي بيها الصناعة من النتائج الإيجابية أنه تم إصدار تشريعات تنظم العمل التشريعات دي بنقدر قدروا من خلالها أنهم يحددوا عدد ساعات العمل أو الحد الأقصى ساعات العمل والحد الأدنى للأجر والكلام ده حصل لما بدأ الأطفال والمرأة يخرجوا للعمل فوجدنا أن نحن لازم نوجد نصوص تشريعية أو نصوص قانونية تحميهم وتنظم العمل بتاحهم من النتائج الإيجابية للثورة الصناعية تكوين نقابات عملية تبحث عن حقوق العمال من خلال إصدار قوانين الضمان الاجتماعي اللي بتأمن العمال ضد الحوادث وضد المرض وضد البطالة من النتائج الإيجابية منح العمال والنساء حق الانتخاب وده ما كانش موجود قبل ظهور الثورة الصناعية من النتائج الإيجابية ظهور أحزاب سياسية تدافع عن مصالح العمال أما النتائج السلبية فأهم نتيجة سلبية هي سوء توزيع الدخل لصالح أصحاب المشروعات نتيجة طبعا ظهور المنشآت الصناعية الكبيرة اللي بيتملكها أفراد فبدأوا الأفراد دول أصحاب المصانع الكبيرة هما اللي يسيطروا على الجزء الأكبر من الدخل القومي من النتائج السلبية حدوث تفكق أسري نتيجة لنزول كل أفراد الأسرة ميدان العمل من النتائج السلبية ازدياد نفوز التجار وتحول معيار الثراء أو معيار الغنى يعني من ملكية الأراضي اللي كانت موجودة قبل الثورة الصناعية في نظام الإقطاعي إلى ملكية رأس المال من النتائج السلبية خروج الطفل مجال العمل وحرمانه من حقوق الطفولة إبا دي نتائج السورة الصناعية وعندك في الكتاب لو بصيت هتلاقي النتائج دي متأسمة تأسيم ثاني من أسمينها لنتائج اقتصادية ونتائج سياسية ونتائج اجتماعية لازم تعرف الاثنين لازم تعرف ازاي يأسمها اقتصاديا واجتماعيا واستيسيا وازاي يأسمها ايجابية وسلبية اشتركوا في القناة